هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته يوم أمس إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث التقى سموه بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ورافق سموه حفظه الله الفريق أول ركن مع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة وسعدت الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ترجمة نانسي قنقر